كورونا يضرب من جديد وبدأ العالم ينظر بقلق بالغ لما يدور الآن من عودة قوية لفيروس كورونا الذي بدأ بالتصعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة حيث تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر ليسجل مليون إصابة خلال شهر في عدد من دول العالم بعثار الخوف والفزع من امتكرار تجربة كوفيد-19 القاسية حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد جي إن وان الذي يملك القدرة على مراوغة جهاز المناعة كونه يحمل طفرات جينية يمكن وتجعله أكثر قابلية للانتقال إلى جانب امتلاكه تغييرا واحدا فقط في بروتينه الشوكي مقارنة بما سبقه ولكن يبدو أن هذا كان كافيا لجعله فيروسا أكثر كفاءة وأسرع ويصبح المتحور الجديد البديل الرائد لفيروس كورونا حول العالم في غضون أسابيع وفق خبراء منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد جي أن وان على أنه مثير للاهتمام منفصلا عن السلالة الأم بي اي تو فاصل ستة وثمانين وذلك بعد أن صنف سابقا على أنه جزء فرعي من تلك السلالة فيما نشدت العالم باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلدان التي يهيمن عليها في الغالب النوع جي أن وان شديد العدوى من فيروس كورونا تم وضع العديد من البلدان بما في ذلك الهند في حالة تأهب بشين خطر حدوث موجة جديدة في الأيام المقبلة فيما تشير الأدلة لأن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات تعمل ضد جي أن وان بحسب متتبعي المتحورات ترجمة نانسي قنقر